اهلا بكم حسام الاوروبيون امرهم وقرروا على مضض تفعيل خطة طوارئ تتضمن خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وهذا قرار اعتبرته دول اوروبية نصرا سياسيا ورأته روسيا هروبا من الواقع في التفاصيل توصلت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اتفاق على خفض الاستهلاك وكذلك الاعتماد على الامدادات الروسية فيما القى الكرملن باللوم في خفض تدفقات الغاز لاوروبا على العقوبات الغربية لكن هذا الاتفاق لم يكن سهلا والدليل ان الاتحاد الاوروبي منح بلدان البلطيق وارلندا ومالطا وقبرص استثناءات من هذه الخطة كما اتفق مع اسبانيا والبرتغال على خفض استهلاك الغاز بنسبة 7% بدلا من 15% وعقب الاتفاق كشف الاتحاد الاوروبي انه اذا خفضت روسيا امدادات الغاز بالكامل في يوليو الجاري فسيواجه الاتحاد فجوة تبلغ 45 مليار متر مقعب في فصل الشتاء لكن الاتحاد ارسل تطمينات بان خطة الخفض الحالية ستجعل الشتاء يمر بسلام على ضفة الاخرى تواصل روسيا ما تراه دوريا في حروب الاقتصاد فتخفض امدادات الغاز الى اوروبا وترجع هذا الامر الى عطل جديد في خط الغاز نورستريم واحد وترمي الكرة في ملعب كندا التي تتولى اصلاح توربيناته في العموم لم يعد سرا الحديث عن خلاف في البيت الاوروبي الواحد كانت ازمة الطاقة فيه عاملة حسما في كثير من القضايا وكذلك طبيعة مستقبل العلاقة مع روسيا بدايا بداية دعونا نستعرض ابرز المحطات التي مرت بها ازمة الطاقة في اوروبا منذ بدء الغاز الروسي لاوكرانيا اعتماد اوروبا على الغاز الروسي بات يشكل عائقا امامها لتدخل الازمة في مرحلة شدا وجذبا بين الطرفين وكالة الطاقة الدولية قالت ان اوروبا يمكنها ان تقلل استيراد الغاز الروسي باكثر من الثلث خلال عام واعلنت خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الاوروبي على الغاز الروسي الا ان المخاوف من تعطل صادرات روسيا ادت الى ارتفاع الاسعار الى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب اي بنسبة 60% الى ذلك اعلنت شركة غازبروم الروسية انها مستمرة كالعادة في تزويد اوروبا بالغاز الطبيعي عبر الاراضي الاوكرانية ولفتت الى ان حجم الطلب يصل الى 109.4 مليون متر مكعب واقع لم يضم طويلا بعد ان اقر الاتحاد الاوروبي خفض واردته من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو من مصدر تمويل حربها على اوكرانيا خطوات ترتب عليها رد روسي ففي 11 من يوليو اعلنت موسكو اغلاق انبوب نوردستريم واحد الذي يزود اوروبا بالغاز لعشرة ايام لاعمال صيانة وفي اليوم المحدد لانتهاء الصيانة استؤنف تشغيل الانبوب لكن من دون الكشف عن كمية الغاز التي تتضفق الى اوروبا بعدها بوقت قصير وفي 25 من يوليو خفطت كاسبروم مجددا تضفقات الغاز الى اوروبا وارجعت ذلك لعطل اضافيا في نوردستريم ومع هذه التطورات فضلا عن اتفاق الاتحاد الاوروبي على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وصلت الاسعار في اوروبا لمستوى قياسيا جديد في الاونة الاخيرة تزايد الحديث عن مشكلات في ضخ الغاز من روسيا الى اوروبا وكانت هذه الازمة ترتبط بكلمة التوربين فما هو التوربين؟ ما دوره؟ وكيف يصل الغاز الروسي الى اوروبا؟ العنفة الغازية او التوربين الغازي هو نوع من المضخات ذو استخدامات متعددة فهو يستخدم في الطائرات ذات الدفع النفاث ووسائل النقل البحري والبري وفي مجال النفط اضافة لاستخدامه في محطات توليد الطاقة الكهربائية يعمل التوربين الغازي هذا على مبدأ ضغط وحرق الهواء والغاز في حجة الاحتراق لتوفير طاقة لازمة لتحريك المراوح وبالتالي انتاج الضغط اللازم لتحريك الهواء والغاز داخل الانبيب يستخدم التوربين الغازي في كثير او يستخدم في كثير من الصناعات ابرزها ضخ الغاز الطبيعي عبر الانبيب وهنا تبرز المعضلة التي تواجهها الدول الاوروبية في ظل اعمال سيانة اوقفت ضخ الغاز لعشرة ايام بالاضافة الى تعطل احد التوربنات التي تنقل الغاز من روسيا الى القارة العجوز وبالحديث عن نقل الغاز فقد عملت روسيا منذ الستينيات على بناء شبكة من خطوط انبيب الغاز الطبيعي لتصل الى جميع انحاء اوروبا وهو ما استدعى قلق الولايات المتحدة من الاعتماد كليا او بشكل كبير على امدادات الغاز من روسيا الامر الذي سيجعل حلفاء الاوروبيين تحت رحمة ساكن الكراملين فروسيا توفر نحو 40% من حاجات الاتحاد الاوروبي للغاز الطبيعي فتضخ اكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر عدة خطوط ابرزها خط نورت سريم واحد الذي يواجه عطلا في احد توربيناته والذي يمتد من الاراضي الروسية الى المانيا عبر بحر البلطيق ويجاور هذا الخط مشروع نورت سريم اثنين الذي تم الانتهاء من انشائه لكنه لم ينقل الغاز بعد بسبب الغاز الروسي لاوكرانيا كما تستورد اوروبا الغاز الروسي عبر خط انبيب يمال اوروبا الذي يمتد على مسافة تزيد عن 4000 كيلو متر وينتقل بين روسيا وبلاروسيا وصولا الى بولندا والى المانيا وعبر البحر الاسود تنقل روسيا غازها الى اوروبا ايضا عن طريق خط انبيب تورك سريم الذي يتجاوز طوله 1000 كيلو متر ويمر عبر الاراضي التركية وصولا الى القارة الاوروبية اذا يدور الجدل الان بشأن خط نورت سريم واحد الذي يواجه مشاكل تقنية ويخضع للصيانة نتعرف الى هذا الخط اكثر في هذا التقرير تعتمد القارة الاوروبية على قرابة 40% من الغاز الطبيعي القادم من روسيا عبر خطوط انبيب ابرزها خط نورت سريم واحد الذي يذهب مباشرة الى المانيا مرورا بالاراضي الاوكرانية يبلغ طول هذا الخط نحو 1120 كيلو مترا ويبدأ من مدينة فيبورغ الروسية الساحلية لينتهي عند مدينة جرايفس فالد في الساحل الالماني مرورا ببحر البلطيقة وبذلك يكون هذا الخط اطول امبوب لنقل الغاز في العالم بحسب شركة جاز بروم المشغلة لهذا الخط يمكن لخط نورت سريم واحد نقل ما يصل الى 27 مليار وخط امیر عبدالعزیز بن سلمان لی تبیادو الوافایق مرورا بحسب شركة جزیز بن سلمان امیر عبدالعزیز بن تورکی بن فیسال الساوود مذکرات تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوریت اليونان وحكومة المملكة العربیة السعودی وادعو لتبادل المذکرات من الجانب اليونانی السيدة من دونی ومن الجانب السعوری اسمو وزیر الرياضة الامیر عبدالعزیز بن تورکی بن فیسال السعود Συμφωνία για τη συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος μεταξύ της κυβέρνησης της ελληνικής δημοκρατίας και της κυβέρνησης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας καλώ τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη τον κύριο Θεοδωρικάκο και την αυτού η βασιλική εξοχότητα πρίγκιπα Φαϊσάλ bin Φαρχάν bin Αυτούλα Αλσαούν να προσέθουν στην ανταλλαγή اتفاقی للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة الجمهورية اليونان وحكومة المملكة العربية السعودية وأدعو السيد ثوردري كاكوس من الجانب اليونانی ومن الجانب السعودي اسمه وزیر الخارجی الامیر فیسال bin فرحان السعود μεταξύ της κυβέρνησης της ελληνικής δημοκρατίας και της κυβέρνησης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας καλώ τον κύριο υφυπουργό εξωτερικών κύριο Φραγκογιάννη και τον υπουργό επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας να προσέθουν στην ανταλλαγή اتفاقیہ لحمایت و تشجیہ الاستثمار بين حکومت الجمهوریت اليونان وحکومت المملكة العربية السعودية وأدعو من الجانب اليونانی بوزیر الخارجی السيد فرانگو یانس ومن الجانب السعودي معالی وزیر الاستثمار المهندس خالد الفالح لتبادل الوثاق Μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας καλώ την αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Επενδύσεων την αυτού βασιλική υψηλότητα καλήτ بن Αβδουλαζής Αλφαλίχ να προσέθουν στην ανταλλαγή خالد الثالح إذن مشاهدين تابعنا توقيع اتفاقيات تنائية بين اليونان والمملكة العربية السعودية طبعا على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى اليونان في جولة إلى أوروبا يستهلها من اليونان وأيضا يذهب بها إلى فرنسا اتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال الطاقة في مجال الأمن مكافحة الجريمة الصحة وغيرها طبعا سنتوقف عند هذه الزيارة ومخرجاتها في ملفنا الثاني الآن أعود إلى الملف الأول وكنا تحدثنا عن أوروبا وعن قرار الاتحاد الأوروبي تخفيد استهلاك الغاز بنسبة 15% أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي عبر الأقمار الصناعية من باريس البروفيسور أوليفي فيديرين أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الفكر الدولي من برلين الدكتور علي العبسي الخبير في الشؤون الاقتصادية الأوروبية من موسكو الدكتور رولاند بيجامونف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مرحبا بكم ضيوفي الكرام أبدأ نقاشي مع ضيفي من باريس البروفيسور أوليفي بروفيسور هل ستنجح خطة الطوارئ الأوروبية بتجنيب الدول الأوروبية نقص الغاز خلال فصل الشتاء مع نجاح هذه المرة أيضا بعض الدول الأوروبية بالتماس استثناءات من هذا القرار من نسبة لهذه خطة تعتبر نصرا لسياسة الاتحاد الأوروبي وللتماسك بين البلدان الأوروبية وبالفعل أنا أظن أن هذه الخطة هي من سيسمح بالتصدي لهذه المستويات الدنيا فيما تعلق بالغاز ولكن أيضا يجب أن لا ننسى أن الآن الاتحاد الأوروبي سيدخل في اقتصاد حرب وهذا هو الأمر الأكثر أهمية الآن لأننا سندخل وأشدد أننا سندخل في اقتصاد حرب ونحن سنبذل لقصارى جهدنا وهذا يعتبر فقط نقطة البداية لهذه الجهود وبالفعل أنا أشدد على ذلك وأقول أن ذلك النصر لالتماسك الأوروبي بين بلدانه من أجل التصدي لهذا الابتزاز البوتيني الغازوي دكتور علي ما رأيك بالحديث عن اقتصاد الحرب واقعيا وعمليا هل برأيك ستتمكن الدول الأوروبية من خفض استهلاك الغاز الروسي قبل فصل الشتاء حتى تلك التي حصلت على استثناءات بسبعة بالمئة بدلا من خمسة عشر بالمئة المسألة تعتمد على عوامل كثيرة أولا استهلاك علينا نرى الاستهلاك الغاز أين يذهب يذهب جزء كبير منه إلى تدفئة المنازل وهذا يعني أيضا سنعتمد على كيف سيكون الشتاء القادم هل سيكون شتاء قاسيا برودة عالية فترة طويلة أم سيكون شتاء معتدلا هذا ستحكم كثيرا في مسألة حجم استهلاك الغاز أيضا الصناعات القسم الصناعة أيضا تعتمد على الغاز بطريقة كبيرة للغاية لأن الغاز أولا كمادة رخيصة وكان سنة الوصول لها وأيضا لا يمكن استبدالها يعني التكنولوجيا المستخدمة مثلا في صناعات الصلب والحديد والصناعات الكيميائية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز كطاقة لتوريد أولا الحرارة العالية سواء للحديد والصلب أو لإجراء التفاعلات الكيميائية في الصناعات الكيميائية لا يمكن استبدالها بسهولة لا يمكن استبدالها لا بنفط ولا بغاء ولا بفحم ولا بأي طاقة أخرى ولذلك اعتمادها كبير أيضا هذه أيضا علينا نرى كيف سيكون أداؤها خلال الفترة القادمة في جميع الأحوال هناك صعوبات هناك مشاكل لن يمر الشتاء بدون خسائر بالنسبة لإقتصادية الدول الأوروبية قد ندخل في ركود هناك مخاوف كبيرة في ألمانيا وفي الدول الأوروبية من دخول الاقتصاد المنطقة اليورو في ركود اقتصادي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وأيضا نتيجة نقص إمدادات الغاز أنا لا أعتقد أن الدول الأوروبية قادرة على الاستغناء تماما عن الغاز الروسي هي مرتبطة به ومعتمدة على بدرجة كبيرة للغاية وهذا الاعتماد ليس منذ سنة أو سنتين هذا الاعتماد ينتدل لها عقود ربما في ألمانيا إلى عشرين عاما بالضبط تعتمد لإقتصاد الألماني بدرجة كبيرة تتجاوز نصف احتياجات من الغاز من روسيا ولا يمكن بأي شكل من أشكال التخلي عن هذا الغاز خلال عدة شهور هذه مسألة صعبة للغاية أولا الأسواق العالمية لا يجد فيها وافر من الغاز أيضا لا تمتلك ألمانيا وكثير من المدينة سنتحدث عن الخيارات وعن البدائل بعد قليل دكتور علي دكتور رولان ضيفي من موسكو مرحبا بك من جديد كيف تفسر لتخفيض روسيا لإبتداد الغاز في هذه المرحلة بعد أن كانت قالت أنها لن تخفض هذه الإمدادات وبعد أن كان تم الحديث عن انتهاء أعمال الصيانة في التوربينات هل هي مقدمة لقطع إمدادات الغاز بشكل كامل في المستقبل أبدا وهو الاتحاد الأوروبي الذي حطي إذا كانت لدي روسيا نية وحشة لمحاربة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا الاتحاد الأوروبي صعد بسياساته اللا أقلانية بترويج هذه الفكرة وبوصول روسيا إلا أهدافها التي لم تكن أهدافها ولكن هي أهدافها في الريواء الغربية أولا التوربين الذي كان في كندا حطي الآن مصيره مجهول يقولون هو في ميناء هامبورغ روسيا تطلب من شركة سيمينس الأوراق المرافقة والتوربين ولم يصل التوربين في هذه الحالة هناك التوربين الثاني الذي لا يمكن تشغيله حاليا لأنه هنا وقت الفترة الصيانة الدورية أذن بتوربين واحد الذي بقى الآن في نورستريم واحد تستطيع روسيا أن تزود الاتحاد الأغروبي بـ 33 مليون متر مكاب من الغاز يوميا نحيكم أن الشبكة الغاز الأوكرانية التي أيضا يوميا هناك حوالي 41 أو 42 مليون تون يوميا تمر إلى أغروبا إذن كل شيء يتوقف على أغروبا إذا أغروبا محتمة بالغاز الروسي ستخصل على هذا الغاز إذا هير محتمة وتحارب روسيا أنا متأكد أغروبا تستطيع أن تتخلص أغروبا المتوسط والبعيد من الغاز الروسي كليا ولكن هذا طبعا ليست في مسلحة الروسيا لأن الروسيا لديها الألاقات الغازية مع أغروبا منذ عام 1970 عندما وقت ألمانيا الاتحادية أنزاك والاتحاد السوفيتي الصفقة المشهورة الغاز مقابل الأنابيب وكانت علاقات مخترمة جدا أما بالنسبة للحرب الاقتصادية وهي بدأت لملاحظة بسيطة فقط هي بدأت قبل الغزو الروسي المزؤوم في أوكرانيا هي بدأت عندما أغروبا وكانت تماطل وتم تشغيل الخط نورد ستريم 2 مشترك روسي وأغروبي 50% خصص هناك ويمكن تشغيله خلال أسبوع أو أسبوعين كافي إصدار الترخيص والبدأ في العمل ولكن ما أنا راه هناك ثلاث سينوريوهات قدامنا أغروبا ممكن أن نعم سنتحدث بالتفصيل عن هذه النقطة بعد قليل لكن اسمحوا لي أن أذهب إلى فاصل قصير مشاهدين أبقوا معنا سنواصل للحديث إذن بشأن أزمة الطاقة الأوروبية بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد تختلف سوق الغاز الطبيعي عن نظيراتها الخاصة بالنفط التتنوع فيها طرق النقل والتوريد وكذلك يختلف تسعير الغاز الطبيعي لأسباب عدة نتعرف أكثر إلى سوق الغاز الطبيعي في التقرير التالي ونستأنف نقاش تختلف سوق الغاز عن سوق النفط من حيث بكونها في كثير من التعاقدات لا تخضع لمعادلات العرض والطلب وإنما يكون تحديد الأسعار بشكل مميز لكل عقد توريد بين الدولة المصدرة والمستوردة والسبب الأساسي وراء ذلك يعود إلى تعاذ ربط تسعير الغاز في دولة ما بالدول الأخرى نظرا لاختلاف ظروف وتكاليف الاستخراج والتخزين والنقلة كل ذلك سمح باستقلال الدول المصدرة فيما يتعلق بتسعير كميات الغاز التي يتم بيعها ومن الأمثلة على ذلك حالة روسيا وتصديرها للغاز إلى الاتحاد الأوروبي برغم من ذلك كان هناك محاولات لتنظيم سوق الغاز وتنصيق كميات العرض بما يلائم حجم الطلب وكان أبرزها إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز جي اي سي اف الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 2001 ويضم 11 دولة من بينها روسيا وقطر والجزائر ومصر وإيران أعود وأرحب بضيوفي إذن من باريس البروفيسور أوليفي من برلين الدكتور علي ومن موسكو الدكتور رولان ونستأنف إذن نقاش هذا الملف هذا بسؤال للبروفيسور أوليفي بروفيسور قبل قليل وصفت لي هذا القرار بخفض استهلاك النفط بـ 15% بالنصر للتماسك الأوروبي ولكن على الضفة الأخرى هناك ثمن اقتصادي ستدفعه ربما أمني أيضا ستدفعه الدول الأوروبية على أبواب طبعا فصل الشتاء بداية ما هي التكلفة التي من الممكن أن تدفعها الاقتصادات الأوروبية عقب هذا القرار وهل يدفعها إلى إسراع الخطأ من أجل إيجاد ربما بدائل للغاز الروسي السؤال ممتاز ولكن أولا أود أن أرد على السيد بيجاموف من موسكو أظن أن روسيا هي غير واقعية اقتصاديا لأن روسيا هي من يتبع لأوروبا اقتصاديا ولا العكس الآن هناك نجاح في العقوبات وأن روسيا بحاجة للمال الأوروبي لعائدات الغاز من أجل تمويل نموها الاقتصاد والحرب في أوكرانيا يجب أن نرى أن هذا القرار الأوروبي هو عدم المشاركة بتمويل الحرب والغزو ضد أوكرانيا وهذا أيضا يعتبر خطوة سياسية مهمة جدا وبالنسبة لهذا ما برر هذا القرار أتحدث عن قطع كل مصادر التمويل التي قد تستخدم من قبل روسيا وهي تستخدمها للحرب ضد أوكرانيا هذا ما كنت أود قوله الآن فيما تعلق بالشق الثاني هناك هذه التكلفة نعم ولكن بالنسبة لي أظن أنه الآن حاليا سياسيا في أوروبا نحن جاهزون لدفع هذه التكلفة من أجل دعم أوكرانيا وأظن أنه نعم بالفعل هذه رسالة سياسية قبل كل شيء نعم هناك هذه التكلفة ولكن نتحدث عن البدائل وأنت محق هناك هذه الاتفاقية الخضراء المعروفة بغرين ديل أو صفقة الخضراء ونحن سنسرع الاستثمار من أجل عدم التباعية على الغاز الروسي نحن سنستثمر في الطاقة النووية لاسيما في فرنسا وهذا يعني أننا سنستثمر في الطاقة المتجددة وفي الاقتصادات المستدامة ونحن أيضا سنهيئ الاقتصادات من أجل الثورة الخضراء مع الموارد الجديدة وهذا سيسرع الانتقال الطاقوي وأن أوروبا بالتالي ستخلق هذا الاقتصاد الجديد من النوع الجديد ونحن سنمر في أوقات عصيبة ولكن مع الاستثمارات ومع خلق هذا الاقتصاد الجديد بناء على الطاقة المتجددة نحن أيضا سنخلق الوظائف دكتور علي هل تواثق البروفيسور أوليفي بالخيارات التي طرحها بإمكان أوروبا أن تفعل كذا وكذا يعني برأيك ما هي خيارات أوروبا اليوم بما أنه خلص اتخذ القرار خياراتها بتقليل أو لتقليل الخسائر التي من الممكن أو من المحتمل أن تتكبدها اقتصاديا في المستقبل أولا بالنسبة الخيارات التي ذكرها البروفيسور هي خيارات واقعية ولكنها ليست آنية هي خيارة تستغرق وقتا طويلا يعني توسيع في الطاقة متجددة هذا يستغرق سنوات وسنوات وألمانيا تعمل في هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات ولم تصل بعد إلى درجة الاكتفاء الذاتي من الطاقة هذه مسألة تستغرق سنوات وتتطلب استثمارات كبيرة ولن تحل المشكلة الآنية نحن لدينا مشكلة الآنية مشكلة في الأشهر القادمة وهذه الأساس المشكلة وهذا أساس القلق الأوروبي الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين وأمام ألمانيا وأمام دول الأوروبي ومخيار رئيسيين أولا الادخار وتوفير في استهلاك الغاز وأتت هذه الاتفاقية أو اتفاقت الخطط الطوارئ اليوم بين دول التحدي الأوروبي كتعزيز لهذا الجانب هو محاولة توفير أكبر قدر ممكن من الغاز في ألمانيا هناك إجراءات أكثر دفعة الشركات إلى توفير الغاز تم إيقاف محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز وستبدال ها محطات التي تعمل بالكهرباء هناك تشجيع للمواطنين بتوفير الغاز وستبدال بمواد أخرى فهذه جزئة الجزئة الأخرى هو البدائل من الأسواق الدولية وهناك بدائل تبعت عنها الدول الأوروبية بشكل كبير سواء كانت من الغاز الجزائري الغاز من نيجيريا الغاز أيضا من الأولايات المتحدة الأمريكية أو من قطر أو من أستراليا أو من دول أخرى لكن الإشكالية أن الغاز يعني سوق الغاز يعاني من شحة منذ أكثر منذ عام ونصف هل تدفع هذه الإشكالية كما تقول دكتور علي هناك ربما بدائل ولكن هناك مشكلة حقيقية في شح مصادر الطاقة في هذه الأسواق البديلة حتى قبل قليل ضيفي من موسكو دكتور رولان كان يتحدث عن نوردستريم 2 هل يمكن أن تلجأ على الأقل ألمانيا أن تلجأ إلى تفعيل نوردستريم 2 بما أنه نوردستريم 1 يوم يعني معطل لإصلاحات أو لصيانات جديدة هل هذا خيار ممكن بالنسبة لألمانيا وللدول العربية الأوروبية عفوا هو خيار مطروح وهذا ما تهدف إليه روسيا وهذا ما تهدف إليه الرئيس بوتين وهو عرض ذلك أنه بإمكان هناك مشاكل في نبوب الغاز نوردستريم 1 وبإمكان الأوروبيين وبإمكان ألمانيا تشغيل الخط نوردستريم 2 ونقل الغاز بكمية التي تريدها هذا هدف روسيا ولكن دعني أقول لك أن هناك أنابيب أخرى غير نوردستريم 1 ونوردستريم 2 هناك أنابيب أخرى كما ذكرت تقريركم يمر عبر بلوروسيا ويمر عبر بولدول العربية يمال أوروبا وتوركستريم ماذا عن هذه نعم هناك أيضا بالنسبة للجانب الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الخيارات هم يتعاملون مع المسألة بسياسة ليس بالاقتصاد هم يرون فعلا أن هناك عملية أن روسيا هنا تشن حربا اقتصادية وتشن حربا حرب الغاز عليهم وأنها تستخدم الغاز كسلاع لإجبال الأوروبيين التوقف عن دعم ميوكرانيا وإيقاف العقوبات أو الغال العقوبات على روسيا ولذلك الموضوع هو سياسي أكثر منه اقتصادي الدول الأوروبية كلها تدرك أن هناك خسارة الاقتصادية ستتحملها نتيجة تخلي المفاجئ عن مصادر الطاقة القادمة من روسيا ولكنها مستعدة لدفع هذا الثمن هناك تصميم تقريبا لدى دول الأوروبية والدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على يجب أن نتخلى عن التعلق الشديد أو الارتباط الشديد بمصادر الطاقة القادمة من روسيا لأن روسيا أظهرت أنها دولة توسعية وأنها دولة خرقت القانون الدولي وشنت حربا على أجارتها وبالتالي لا يمكن أن أتسمح مع هذا الشيء وهناك تجربة تاريخية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بالرضوخ لقادة الدول الدكتاتورية وهناك خبرة تاريخية لذلك يرفض الأوروبيون تماما مسألة التسليم لروسيا بما تريده ولذلك هذا القرار هو قرار سياسي هناك محاذير وعواقب اقتصادية يبدو الأوروبيون لأنهم مصمون ومستعدون لا شك أنه قرار سياسي دكتور لا شك أيضا أن روسيا بحاجة إلى أن تستمر تدفقات الغاز إلى أوروبا لما له من انعكاس إيجابي على اقتصادها فهي مستفيدة نتيجة عائدات النفط الروسي إلى أوروبا هل من الممكن مع القرارات الأوروبية المتلاحقة وآخرها قرار خفض الاستهلاك بنسبة 15% هل من الممكن أن يدفع ذلك روسيا إلى التراجع عن قرارات سابقة مثلا التراجع عن ضغط على دول أوروبية للدفع بالروبل مقابل الغاز لا أعتقد أنه يمكن سيحدث ذلك قريبا لأن هذه الألية على فكرة هي الألية يعني أشياء قليئة التي اختراها سيد بوتين والقيادة الروسية لأن الفلوس التي تخرج من أوروبا هي الدولارات ويتم تحويلها إلى روبل في روسيا وخسران هنا شركة غوزبروم التي في نهاية المطاف تقصل على عيداتها التي كانت تقصل عليها بألوم الأصابة اليوم هي تقصل عليها في نهاية المطاف يعني بالروبلات وأوروبا لا تدفع بروبل هي ألية الحسابات هناك يجب النظر في ألية نوسها ولكن كل هذه الخركات وهذه السياسات يعني تذكرني ألية شخصيا أيام الاتحاد السوفيتي خيث كان الاقتصاد كان يطلق عليها الاقتصاد التي يدار بأوامر سياسية يعني السياسة كانت تفرط وتسود على اقتصاد ونحن تخلينا ذلك بعد بيريسترويكا وانهيار الاتحاد السوفيتي واخترنا الطريق الليبرالي ولدينا اليوم النظام الرسمالي واقتصاديات السوق وغيرها من الخاجات اليوم أنا أرى في تصرفات الاتحاد الأفروبي الأخيرة في السنوات الأخيرة هو كأنه نسخة تبقى الأصل للاتحاد السوفيتي السابق وأخشى أن هذا في نهاية المطاف يعود إلى الانشقاق والتكسيم في الاتحاد الأفروبي ليس فقط بريكسيت وستكون هناك مشاكل أخرى وأنا أرجو وأضو الأفروبيين وخاصة شعوب أفروبا وليس نخابها السياسية التخلي النخج السياسي المواضي والأوداء إلى الأقل السليم لأن روسيا لا لبس في أنها لا شبه لدي أخذ من الخبراء الاقتصاديين بأنها توفي بجميع أقود التي وقت عليها مع الدول الأوروبي بمئة بالمئة نعم أعتذر على المقاطعة وقت المدخل انتهى شكرا لكل هذه التفاصيل إذن الدكتور رولان بيجاموف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وضيفي من برلين الدكتور علي العبسي الخبيث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية شكر موصول أيضا لضيفي باريس البروفيس أوليفي فيدرين أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الفكر الدولي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميراشا غازي ترجمة نانسي قنقر